أنا بعد ما حكيت لك الثلاث مشاهد دول أو الثلاث فصول دول أفكرك بأبطال الفصل الأول البطل بتاعنا البطل الأسطوري المنكوب عمر الشاهد كان في خلاف مع عمر مصطفى السعيد لأنه كان حرامي تسطر عليه خالد العز وزير الشاب والرياضة تدخل المسشار أحمد أبو العزم والمسشار أبريم الخراشي والمسشار عشان يستنازل هو عن التقرير اللي كذبه في عمر مصطفى السعيد ده كان الفصل الأول الفصل الثاني يا حضرات لما تنقل مسشار عمر الشاهد إلى وزارة الإسكان لقى وقائع فساد في الطريق الساحل الغربي لأن رجل الأعمال حازم حسن الديب عايز يأخذ ثلاثين أرض بسعر سنة خمسة وتسعين تلاتة مليون سبعمية بينما تمانهم وقتها كان مليار وربعمية مليون فالراجل اتقدم طبعا بتوصية من المسشار محمد حسان إلى المسشار عمر مش عارف مين إلى المسشار محمد يسين تواطئوا كلهم الراجل راح على مصطفى مدبولي وزير الإسكان وبلغوا أو بلغ مكتبه بالمخالفات دي وانتهت القصة على أنه ما فيش حاجة وطبعا حاولوا اضغطوا عليه في الفصل الثالث يا حضرات الراجل سعد الشكوى بعدما محمد حسام تدخل وطواطئ فراح إلى الرئيس هيئة الرقابة الإدارية اللي هو حسن عمد شافي ما فيش حاجة إلى المسشار فاتحي إبراهيم نايم رسمك الدولة فيش حاجة المسشار محمد حسام قال له اسحب الحاجات دي كلها طلع على عدل منصور لأنايم لأن الراجل بيتغطى زي ما انتوا عارفين وبيل بيستقية ونايم راح طالع على اللوة محسن عبدالنبي معادته رسائل مردش عليه عمل إضراب عشر تيام هو وزمين المسشار أمام قصر التحادية لحد ما حن علي اللي هو اشتري في عاصم المشفى على قصر الاسية عشان يقابلوا وفعلا قابلهم أربع ساعات وفي الآخر رفض ياخد منهم الأوراق أو المستندات النتيجة في النهاية أن الراجل مراته أخرت منه كل حاجة وسحبت منه الشقة وعمل ضدها محضر لكن تدخل رئيس مجلس الدولة وطلب منه أن يعتذر لمراته أو لطلقته ويسحب الورق ده أو المحضر ده وفي النهاية اجتمع مجلس الدولة عليه وقرر إحالته إلى وظيفة مدنية في وزارة التنمية إلا أنه الراجل صعد الموضوع داخل مجلس الدولة واشتكى اختصم مجلس الدولة أو اختصم رئيس أو قرار رئيس مجلس الدولة فانعقدت هيئة مفاوضي الدولة هيئة مفاوضي المجلس الدولة عشان تطلع تقرير بأن الراجل الحقيقة ما فيش أي مشكلة عليه خالص وإنه طلق مراته ده شأن عائلي لا يدير ولا يشين قاضي في مجلس الدولة أو أي قاضي على مناصل أو أي شخص في الدنيا يعني خلاف ما بينه من زوجته خلاص وإنه كان فيه غلوه في التجازات نزل محمد حسام قال له هيئة مفاوضي الدولة اللي هيرجع التلاتة دول أو على رأسهم عمر الشاهد هخليه حصل مكانه في النهاية رفع عمر الشاهد رفع محمد حسام مذكرة إلى عبد الفتاح السيسي اطمضت بتاريخ 12 9 المذكرة كانت عبارة عن قرار جمهوري بإحالة عمر الشاهد من وظيفة مستشار ألف إلى وظيفة مشابهة أو يعني مشابهة في المرتب في وزاة التنمية المحلية وتم إلقاء اعتقال قاضي اللي كان ماشي معاه في المشوار ده كله السؤال بعد ما كشف خيوط الفساد اللي فجارها مستشار من داخل الدولة لا إخواني ولا طابور خامس مين بقى يحقق فيها مين يتحاكم مين يحقق في اللي تقال الراجل معه وسائق وهلسه فيه حد مصدق إن السيسي حلو وعليه سكر واللي حواليه يحشين لسه يا سازج يهبل مصدق إنه هو حلو بس اللي حواليه يحشين ده القس بدع الفساد حضرات السادة أنا لو لو الله معايا الدكتور جمال عبدالطار هنكلم على آدم في القرآن الكريم كنت تمشيت دلوقتي واجتفيت بهذه المسرحية حضرات السادة هذه المأساة والملهاء ليست من تأليف واحد من كبار المؤلفين لا شيك سبير ولا ساعد الدين وحبة ولا الناس دي دي ما صحيح حقيقية دي وقائح حقيقية دارت في بر مصر في الكم سنة اللي إحنا فيهم دول وما خافيا كان أعظم